لو حضرتك ماشي في الشارع كده فواحد سألك انت اي قلت له انا مسلم قالك ايه مقصد الاسلام ايه هدفه يعني ايه الاسلام ليه جيه الاسلام طوله والله مقصد الاسلام العام الهدف الاسم يعني رعاية مصالح الناس لانه الانسان هو المحور هو الاساس و احنا قلنا من قبل عندنا قاعدة ان سلامة الانسان سلامة الابدان مقدمة على سلامة الاديان الانسان نفسه مقدم فايه المقصد العام للشرع الشريف للاسلام تقول لي رعاية مصالح الناس بجلب المنافع لهم وضرء المفاسد عنهم ينبثق ايه ينبثق دي يتفرع من هذا المقصد العام فبنقول بقى الاسلام جاء الحفاظ على الدين الحفاظ على العقل الحفاظ على النسل الحفاظ على المال شوف ازاي بيسموها كليات بيسموها مقاصد شوف حفاظ على الدين النفس العقل المال النسل النسل الوطن صح كده اتفقنا يبقى من من الكليات او من الاسس او من الاهداف العظمة لهذا الدين زي ما ما الشرع الشريف بيحافظ على دينك حافظ على عقلك حافظ على مالك مهم المال ده بقى حافظ على مالك اشتركوا في القناة